السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرة لجميع الموظفين بالدولة والمعاشات المستفيدون من تعديل الأساسي على 14-5-2017 وتعديل كافة عناصر المرتب وصرف الفروء البالية بأسر رجعي كل ده نتعرف عليه من خلال الفيديو الأحباب الكرام في كل مكان موظفين وأصحاب معاشات زي ما قلت لحضراتكم بالمستندات هنشوف ونشاهد المستفيدين من تعديل الأساسي على 14-5-2017 وأيضا الفروء المالية اللي هيستفيد منها اللي خرجوا على المعاش سواء كانوا مستفيدين أو أصحاب معاش بس ياريت عمل لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة لمن لم يشترك وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل ليصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام دائما نأتي لكم بكل ما هو جديد يخص الموظفين وأصحاب المعاشات وسبق أننا عرضت عليكم خطاب الإدارة المركزية بغزارة المالية بشأن تعديل الأساسي على 14-5-2017 بدلا من 30-6-2015 واليوم إن شاء الله هنتعرف مع بعض على تفاصيل الخبر زي ما قلت لكم فيه ناس هتستفيد من هذا القرار وفيه ناس مش هتستفيد إلا بشيء بسيط جدا جدا وفيه ناس مش هتستفيد خالص يلا نتعرف على المستفيد واللي مش هيستفيد واللي هيستفيد بنسبة بسيطة من تعديل الأساسي على 14-5-2017 عندنا يا جماعة جميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات هنشوف العاملين بالدولة بيخضعون إلى إما قانون الخدمة المدنية رقم 81 أو قوانين خاصة مثل المعلمين وما في مستواهم والأطباء وما في مستواهم قانون الخدمة المدنية ثبت الأساسي على 36-015 طب نوضح أكثر جماعة الخضعين لقوانين خاصة مرتبتهم عبارة أيها جماعة عن أجر أساسي وده ثابت من 36-015 وأجر متغير عبارة عن حوافز وبدلاته وكادر ومكافآت وما إلى ذلك طيب المتغير ده مرتبط يا جماعة بالأساسي دون تغيير يعني لو شفنا الحوافز والبدلات والكادر والمكافآت هنلاقيها أنها مرتبطة بـ 36-015 ما تغيرتش تماما لأنها نسبة من هذا الأساسي طيب نشوف مثال كده لو عندنا الأساسي في 14-5-017 حسب خطاب وزارة المالية مع إضافة سلاس علاوات سهمنا لكم فلو كان الأساسي في 36-015 افتررنا مثلا 400 جنيه ممكن يبقى 400 ممكن 500 وممكن 600 وممكن 300 جنيه أو أقل ده الأساسي في كام في 36 اللي هو الأساسي بتاعنا اللي هو 2014 هيصبح في 14-5-017 500 جنيه يعني زاد 100 جنيه كده الزيادة مش 100 جنيه فقط زيما أنت متخيئ لا انتبهي معايا كده الزيادة هتشمل زيادة في البدلات والحوافز وكافة عناصر المرتب لو شفنا أن الزيادة في الحوافز والبدلات والمكافئات فهي عبارة عن نسب متخده من الأجر الأساسي بمعنى أن هنشوف أن عندنا فيه ناس بيبقى واخده نسبة 314% وفيه 400% يعني اللي واخد 314% ده يعني عبارة عن 314 جنيه زائد 100 جنيه يبقى 414 جنيه شهري بتحط في المرتب طيب وإيه كمان وكمان أنه هو بياخد بأسر راجعي 5 سنوات يعني 414 جنيه بنضربهم في 12 شهر وبعد كده اللي يطلع نضربه في 5 سنوات ده بالنسبة للفروق اللي هي الأسر الراجعي اللي هو 5 سنوات وده أنا بديك مثال يعني أنت ممكن يوصل لـ 18 ألف 20 ألف 30 ألف 40 ألف ده الأسر المتجمد أو الأسر الراجعي اللي هو مدته 5 سنوات طيب الناس اللي طلعت معاش ما صرهم إيه أنا قلت تقادم 5 يعني إحنا الآن في كام في 2023 يبقى من 2018 ثانيا الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مرتباتهم عبارة عن يا جماعة أجر وظيفي وعبارة عن الأساسي مضروف في 2 زائد 5 علوات منضافة للأجر الوظيفة طبعاً لو شفنا للخاضعين لقوانين خاصة اللي علاوة وانضافة علوتين يبقى 3 فقط لانضافهم لكن هنا منضاف 5 علوات مع الحوافز والمكفآت والبدلات ومنحة حد العمال والمنح الإضافية والاستثنائية وما إلى ذلك ده بالنسبة لمن للأجر الوظيف طيب الأجر المكمل هو كل ما يتقاضها الموظف غير المدرج في الأجر الوظيف لو حبيت أعدل الأساسي على 2017 يميع الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على 14-5-2017 إيه لا يستفيدوا مثلاً هل يستفيد مثل أصحاب القوانين الخاصة للأسف الشديد لا ليه؟ لأن ما عنديش أي شيء مرتبط بالأساسي ده اللي يعني ما عنديش حاجة مرتبطة بنسب في الأساسي لأن كلها مبالغ مقطوعة وزي ما قلنا أجر وظيفي وزي ما شرحت لكم عن الأجر الوظيفي والأجر المكمل طيب إلا بقى فئة بسيطة جداً الفئة دي اللي هي بتعمل في التربية والتعليم يعني فئة خاضعة لقانون الخدمة المدنية وتعمل بالتربية والتعليم أو التعليم العالي دي لهم مكافأة الاستفادة غير مجدية بالنسبة للخاضعين لقانون الخدمة المدنية أما بالنسبة للخاضعين لقانون خاصة فمجدية جداً جداً ومفيدة جداً جداً انتظرونا على قناتكم مع أخبار جديدة وحصرية ومتنوعة هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة